بس جاوبني على نقطة سيد محمد الشاشرة لاaysde يعني اعتبره فاشل هذا كلام السيد هسأ انا اتحدى سيد وائل امام الكاميرات ان انطيمه ليومين يجيب لي ملف من ملفات السيد السوداني اللي هو مشخصها يقول فاشل بيها على امتداد اصال انا ما قلت فاشل انا قلت ما نجح ذه لا نجح يعني فشل يعني فشل ما ينجب على امتداد المناصب التنفيذية التي تسلمها السيد السوداني انا اطالب السيد وائل امام الكاميرا أن يجيب لي خلال يومين ملف لا لا خلق رح أقول لك شغلة واحدة رح أقول لك شغلة واحدة مو أنت تريد من عندي إثبات أنا حقول لك الإثبات اليوم أكثر ملف الكل يتفاخر به بخص السيد السوداني هو الرعاية الاجتماعية بذمتك هو لو ما سلوكيات الحزب اللي يعمل به السيد السوداني نحتاج إحنا رعاية اجتماعية أبدا هذا الكلام أبدا ما مقبول أولا سلوكيات حزب الدعوة عزيزي أنت تقل لي سلوكيات الحزب شو سلوكيات الحزب حزب الدعوة هم بينا شهداء أبدا عزيزي نسبة الفقر ما تنذب بخانة حزب الدعوة ولا تنذب بخانة حكومة تمثل كل أطياف الشعب العراقي الكل مشترك بالفساد منذ بداية عام 2003 إلى الآن ما يتحملها طرف الإنصاف أن تتحمل كل الأطراف حسب نسبة مشاركتها أو حسب مناصبها اللي استلمتها أنا ما نرجع على ذيكي حكومة خلي كم أنا ما قاطعتك أنا ما قاطعتك نعم بتتفضل كمة سيد عماد السيد وائل يقول السنة قاطعوا تصويت على الدستور أبدا هذا الكلام مصحيح السيد محسن عبد الحميد جزء منهم قاطة السيد محسن عبد الحميد رئيس الحزب الإسلامي وعلى شاشة قناة الحرة قال ذهبت لبقابلة السيد السستاني فسألني سؤال مباشر هل صوتت على الدستور قلت له نعم قال هل قرأت الدستور قال لا قال ليش صوتت علي إذا ما قاري قال لي أنه الشيعة صوته علي هذه العقلية قيادات حزب تصوت لأنه الشيعة صوته نعم إذن مسألة أنه السنة ما مصوتين على الدستور هذه مسألة مفروغة ما محسن عبد الحميد السنة يعني هذا الواحد يمثل السنة أنت تكلمت باسم السنة وأنا جبت لك نموذج من السنة نموذج واحد أنا جبت لك نموذج سيد عماد تكمل أما بالنسبة للأخوة بالتيار ومسألة بقاءهم بالحكومة أنا أعتقد أن الأخوة التيار الصدري مؤمنين بعملية ديمقراطية وجاين يشاركون بالحكومة الأخوة لو باقين هساني أنطي مقترحات لو الأخوة بالتيار الصدري باقين ما منسحبين من البرلمان وهذا الـ 73 نائب هم من يعتصموا داخل البرلمان ويعطلوا جلسة البرلمان أحسن من هذا الاقتحام وهذه الفوضى ما كان الأمر منطقي نواب منتخبين عن الشعب وعطهم حصانة ويمارسون حقوقهم الدستورية موكانوا يعتصموا لا لا أنا أعتقد أن الأخوة بالتيار الصدري يعانون من عزلة هذه العزلة ما بقتلهم غير يعني أولا ما عدتهم يعني شنو تقصد يعني خلصت كل حلول ما عدت شنو الحلول الطيني شنو الحلول اللي يحتكمون إلها غير الجماهير ولغة الشارع أولا هم منسحبين من العملية السياسية منسحبين لكن رفضين مرشحين الإطار يعني قللك أنت ما جايب لي واحد ناجح بعمله حتى أوافق لي أبدا مسألة مسألة الرفض ست هيفا أنا أتزملج ست هيفا ست هيفا أنا أتزملج مو السيد السوداني كان بحزب الدعوة وبعدين الدرج والمالكي اليوم الرفض يصل إلى أنه حتى الماخ الصورة ويالمالكي يرفض ما عداء شخصي عداء شخصي الأخوة أنا أبسط مثال الأخوة بمسألة العداء الشخصي هو السيد المالكي قالوا ما عدنا عداء شخصي إجي افتتح معرض بغداد معرض الكتاب نعم قاطعوا قاطعوا معرض